موسيقى أهلا وسهلا فيكن يا حلوين يوم بدي أحكي لكم قصة وبرجوا إنا تعجبكم كانت ليلى ورفقاتها عم بيلعبوا بالحديقة جنب البيت وكانوا كتير فرحانين وبعد شوي وإلا إجا باسم صار يلعب معهم وقت الإجا قالت له ليلى قالوا لرفقاته بتحبوا تجوا عالبيت معي عندي شي كتير حلو بدي فرجيكني قالوا للم نجي أنا طلبت إذن من الماما وقالت لي إيه وكل الأولاد طلعوا سوا وراحوا مع ليلى على بيتها بس وصلوا لهونيك جابت صندوق وقالت لي انتعوا شوفوا عمي شو جاب لي معه من سفره عمي كان يسافر بكل البلاد ويلاقي إشياء حلوة وجايب لي صندوق مليان إشياء وجايب لي هاي اللعبة من روسية هاي اللعبة بيحطة واحد تفوت لعبي ورا لعبي وكل ما فتحته بتلاقه كمان أكتر وأكتر وصاروا كلهم يقولوا واو شو هاي اللعبة الحلوية هاي هاي فيها أربعة وبعدين كلهم صاروا يحطوها مع بعضا ورجعوها متل ما كانت وفرحوا كتير إنه فرجيتهم هاللعبة اللي جاب ليها عمي وبعديني قالتلن بس مش هاي واحدة هلأ شوفوا شو فيه عندي كتير إشياء جاب ليها معه لأن هو كتير بيحبني وقال لي بدوا يفرجيني إشياء من كل بلد راحي عليه بعدين قالتلن هو راح على اليونان ومن اليونان جاب لي هاي هاي دي تمثال هاي دا اسمه شو اسمه هاي دي هاي دي آلهة كانوا يعبدوها اليوناني اليونان وجاب لي إياها معه هاي وبتصدقوا إنه هاي كانوا وقتل كان يسوع هون عالأرض بهذاك الوقت كان اليونان عندن آلهة متل هاي وكانوا يركعوا قدامه ويصلوا ويقولوا هادي دايانا يمكن اسمها وقالوا معقولي معقولي الناس بيركعوا لهاي وبيصلوا لهاي شو هي هاي معمولي من حجر وبيصلوا لها الناس لش ما بيعرفوا الإله إنه في الله واحد بالسماء هو القلقنا هاي شو عملت لنا هاي الآلهة قالتلن إسه شوفوا شو فيه تاني إسه فيه أكتر من هيك وقتل راح على أميركا راح شاف الهنود الحمر والهنود الحمر بيعبدوا آلهة تانية هي منو من شكل إنسان وشكل طير ومعمول من الريش وهيك وهي بيعبدوا وبشعلوا بخور قدامه وبيركعوا وبيصلوا إلو ورفقاته كتير كانوا عم بيستغربوا كيف فيه ناس بالعالم بيعبدوا شي مثل هيدا ما صدقوا بعدين وقت اللي رجع من الهند جاب معو شي تاني طلع وشو جاب بقرة البقرة شو عملت البقرة لا يعبدوا ولاش هي خلقتنا شي بس هو يقلن هايدي بالهند بيعبدوا البقرة وقعدوا يتحكوا ويلعبوا بهالإشيا ويتفرجوا عليهم ويقولوا شو هالناس عقلهم صغير بيعبدوا هيك إشيا ما صدقوا بس قال لخاء عم قال لكمان لليلة إنه فيه ناس بيعبدوا السعدان هيدا شي مش معقول وبيروحوا بيعملوا إشيا بيأيدهم هني بيعملوها بيحطوا هيدا خشبي مقطعينها ونيحتينا وعاملن العيون وهيكي وبيجوا بعد ما بيحطوها بيحطوها قدامهم وبيركعوا بيصلوا لها وبيشعلوا البخور بيعملوا كل شي وقتل كان الديس بولوس وراح على آثينا باليونان شافوا عم بيعبدوا هاي سو هايدي أديم كتير وهاي أديم كتير بس لحد هلأ فيه ناس بيعبدوا هاي البقرة وإذا كانت ماشية البقرة بالطريق بيميلوا من طريقة وبيخلوها تعمل البدية والسعدان كمان بيقدر يفوت على البيت بيقدر يخرب البدية ما بيعملوا له شي لأنه بيعبدوه باسم قال أنا أمي عم بتعلمني من الكتاب المقدس أنه قال له عطانا وصايا وقالنا أنه لازم نعبد بس الله اللي هو بالسمع اللي خلقنا وعلمتني أي بتقول أنا الرب إلهك لا يكن لك آلها أخرى أمامي وبعدين أمي بدت تفسري وتعلمني عن شو بيعبدوا الناس وفي القيل بعدها أنا هلأ بدي روح عالبيت لعند أمي قال لهم يلا باي أنا بدي روح لعند الماما فات بسرعة عالبيت عم بيركدوا وقال لها ماما أنا بدي خبرك شي بدي خبرك شو شفت عند ليلة ليلة عندها أصنام عندها شي بيعبدوا بالبلاد التانية مش ببلادنا هوني بس بالبلاد التانية وفرجتنا إشي من الهند ومن أمريكا ومن اليونان إشي من روسية بس إشي من روسية ما عملينا تمثال هاي بس للرب وقعد قالت له أنا كتير منيح يا ابني أنت بتخبرني شو بيصير معك معرفاتك خلينا نقعد نقرأ الآية اللي أنا قلت لك بدنا نقراها يا مبارح مبارح درسنا أول وصية واليوم بدنا ندرس الوصية التانية ألا بدي أريلكون إياها هاي الوصية طويلة كتير بس مش رح أقراها كلها كلها قال لنا لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض يعني ولا شيء لا منحوتي ولا مرسومي ولا صنم ولا شيء لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك مين هو إلهنا؟ الله اللي خلق الدنيا كلها وبيعيش بالسماء وهو اللي بيعطينا الحياة والأكل والهوى لنتنفس وكل شيء هو من الله وبعدين بيقل لهم بآخر الآية وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي يعني الله كتير كتير بيحب الناس اللي بيسمعوا منه ليش هو بيريد يعمل هيك ليش بدوا إيانا ما نعمل تمثال ونسجد له ليش بدوا إيانا نعبده هو ووحده تعرفوا ليش؟ لأنه العالم وقتل كانوا يعبدوا الأصنام من زمان وحتى لليوم بيكون فيه إشي عندهم بالبيت لازم يطعموها لأولادهم بياخدوها وبيطعموها للسعدان بالهند أنا شفتها على التلفزيون يمكن أنتوا شفتوها في ناس أخذين صواني كلها فواكي كلها إشي وهن كتير فقرة بيروحوا بيحطوها لمن؟ للسعدان لياكلها بعدين قديم كانوا ياخدوا أولادهم ويحطوهم بحضن التمثال ويتركوهم مرات كانوا يجوعوا يبردوا ويمرضوا ويقدموا مرات كانوا يقدمون زبائح للأصنام لهيك الله لأنه هو كتير كتير بيحبنا وبيريد كل شي منيح لألنا قالنا عبدوني أنا لأني أنا اللي بيهتم فيكن أنا اللي بيعطيكن كل شي بتحتاجوه وعطانا الوصايا العشر لحتى نتعلم كيف نعبدوه أول شي نحنا مضرور يكون عندنا تمثال متل هاي ومتل هاي ومتل هاي لنعبدو فيه ناس بيعبدو أشياء تانية بيعبدو المصاري بيعبدو السيارة بيعبدو أشياء بتلفزيون يعني بتعرفوا هالأيام الولاد كتير ما عندن تمثال يسجدوا إلو بس بتعرفوا شو عندن يمكن هيدا التليفون اللي بيقعدوا يلعبوا فيه بيقضوا كل الوقت هني وعن بيطلعوا بالتليفون وبيشوفوا إشياء مش منيحة نحنا لازم يتكون الله هو أول شي بحياتنا هو اللي بيحبنا هو اللي بيعطيني فينا برجو إنكن أنتو تقروا هالأيام إذا ما بتعرفوا تقروا طلبوا من الماما والبابا يعلموا كنياها موجود بخروج عشرين ورينة مبارح الآية الأولى عن الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي الوسي التاني بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تجد لهن ولا تعبدهن قال له ماما أنا كتير كتير مبسوط إنك أنت عم بتعلميني هالوصايا وأنا بحب أعمل الشي اللي بيعجبه لأ الله بحب خلي الله يكون فرحان مني لأنه شو هو بيحبني كتير لا أنا ما بحبه كمان وبخلي يكون هو أول شي بحياتي ما بدي حط تماثيل تعرفوا اليوم كتير كتير كمان في تماثيل العالم بيروحوا بيصلوا إلى وبيحطوا بخور وما في لزوم نحنا وقت اللي بدنا نصلي محل اللي بنركع ومنصلي الله بيسمع لنا صلاتنا ما في لزوم نروح للمحل معين قال لني يسوع فيكنوا تطلبوا مني والبادكن إياه أنا بعملكون إياه التمثال المعمول بالإيد ما بيحس ما بيسمع ما بيشوف ما رح يسمع إذا حكيتوا لشو نروح للتمثال ولا نروح للديسين ونطلب منهم إذا كان يسوع موجود كل محل قال لبيسمعنا وين ما كنا نكون إذا كنا بالبيت بغرفي عتمي وما في حدا يسمعنا وصلينا بقلبنا الله بيسمعنا هونيك تذكروا إنه التمثال ممكن يكون أي شي تاني بتعبدو أكتر من الله أو بتزجدولو مش ضروري تركعوا قدامو وتصلولو المهم إنه ما تخلوا ياخد محل بحياتكن أكتر من الله وإذا أنتوا مثل ما قلت لكم إذا أنتوا ما بتعرفوا تقروا أقولوا للماما أو للبابا ريلكون إياها وتعلموا تحفظوا عن زهر قلبكم لا تصنع لك مثالا منحوتا ولا صورة ما ليه بدنا نطلع للحجر هو حلو الحجر حلو بس هيدا ما بيسمع ما بيشوف ما بيحس الله قادر وبيسمع وبيحبنا كتير وقت لبدكن أي طلبي روحوا لعند الله بثقة وطلبوا منه من دون ما تشوفوا هو موجود وبيسمعكن وأنا بصلي لكم يا أولاد يا حلوين إن كنت تعلموا كيف تعبدوا الله من كل قلبكم لأنه هو بيستحق بيستحق عبادتنا بيستحق إننا نحنا نفضلوا عن أي شيء بالدني لأنه هو بيحبنا كتير وخلقنا وبيريدنا نكون فرحانين بحياتنا ومتكلين عليه لأنه هو موجود في كل مكان بيسمع صلاتنا الله يكون معكم ويحميكم من كل شر آمين اشتركوا في القناة